اشتركوا في القناة كل عام انت بقى الف خير وصحة والسلامة وانت بقى الف خير وصحة والسلامة الله يسلم عمرك الله يساد ألبك سعدتك ونك زعيم الصناعة في الأردن بتدافع دائما عن الصناعة في جميع المحافل وجميع اللقاءات وهي شهادة أنا بشهد لك إياها يعني بس حابة تحكي لنا عن رأيك ورؤيتك أيضا للصناعة خلال الفترة القادمة في ظل التوجيهات الملكية ورؤية تحليف الاقتصاد يعني أولا بدأشكرك على المقدم الصحيح ولكن يعني بدأ أقول لك ليش أنا أصلا بدافع الصناعة من أصل المهم لأنه شوفي ما في اليوم قوة الدول بشكل رئيس تقاس واحدة من عناصر القياس تباحها قوتها الصناعية وقوتها في اعتمادها على الذات فالصناعة عنصر من عناصر قوة لأي دولة في العالم وأنت شوفي كيف بالعالم بيقول لك الدول الستة الكبرى المصنعة دول العالم مصنعة يعني بيقرنوها في التقدم والاعتماد على الذات هذا مهم اقتصاد أيضا صحيح وأيضا اليوم نحن بجوز من واجهة أكبر مشكلة عندنا هي موضوع البطالة يعني نحكيها بمنتهى البساطة نحن كل القطاع الخاص هو مشغل للأيدي العامل لكن إذا كوني أنا بحكي على موضوع الصناع اليوم وقسمنا القطاع الخاص إلى قطاعات بنلاقي أنه القطاع الصناعي هو أكبر مشغل للأيدي العامل بس كيف كلمة أكبر البعض بفهمها بطريقة مغلوطة نحن على الدراسات شو بتقول أنه معدل تشغيل كل منشأة صناعية 13 يد عامل بينما بالقطاعات الأخرى 2.3 إذن هو المشغل الرئيس وهو أكبر مشغل للقطاع هذا القطاع بشكل عام مش بس قطاع الصناعي المهم هو القطاع الإنتاجي بشكل عامل أي قطاع هو إنتاجي مشغل أكثر ولكن زي ما قلت لك القطاع الصناعي تحديدا هذا الموضوع التشغيل أيضا موضوع أنه قطاع الصناعي هو مصدر اليوم 93% من صادرات الأردن هي سلع صناعية هي من الصناعية يعني لأنه ما عنا غاز وما عنا نفط فما منصدر إلا منتجاتنا الصناعية والزراعية لكن 93% من صادراتنا أي صناعي إذن هو الجالب للعمل الصعب صحوح والعمل الصعب يعني ضرورته وأهميته في أي بلد إذن لهذه الأسباب المجتمع إنه مشغل رئيس هو مشغل أيدي عامل ونحن عنا مشكلة البطالة إذن لهذا السبب إحنا مندافع على القطاع الصناعي واللي أهم كمان أو مهم بنفس المقدار هو أنه نعتمد على الذات وخاصة لما بتمر علينا الظروف يعني خلينا نرجع على الماضي القريب موضوع أزمة اللي حصلت في كورونا لو كان الأردن ما عنده صناع يعني كان معتمد فقط على التصديق لكنا في الورطة ليش؟ لأنه عندك كان يمثل حاجة أي بلد وما فيها الأردن كانت حاجة لمواد التعقيم كانت مواد حتى المواد الصحية بشكل عام الورق الصحي وغيره الكمامة بالإضافة إلى الدواء وأيضاً الغذاء صحيح؟ كانت من الأهم العامة الأساسية فالأردن من الدول القليلة ولو أن الأردن دولة بسيطة اللي ما افتقر ولا لسلعة يعني اليوم في ذاك اللحظات شفنا بالمحلاتنا التجارية ما انفقد ولا سلعة من السوق بينما في دول عظمى انفقدت من السوق إذن لابد من الاعتماد على ذات للظروف يعني مش كل الأوقات بتكون متاح الاستيراد بالشكل طبيعي إذن لازم دائماً وأبداً نعوض الواردات بصناعة محلية قدر الإمكان صحيح عمل واضح أنه جهد كبير فيه تدخل مباشر من سيدنا الحقيقة وهذا يعني بيخليها بهذه الطريقة عابرة للحكومات وبعطيها جديتة واحنا يعني التقينا في سهمنا أيضاً الحقيقة في خطة التحديث الاقتصادي وأيضاً لقاءات مستمرة مع سيدنا قطاعياً يعني إحنا لغاية الآن اجتمعنا مع سيدنا بقطاع المحكات وعادة في كل لقاء بحضره رئيس الغرفة ممثل القطاع هذا اللي هو عضو مزلس إدارة وأيضاً بعض كبار هذا القطاع فاجتمعنا المحكات واجتمعنا قبل الأسبوع مع سيدنا بالقطاع الدوائي وإحنا إن شاء الله أنه راح نجتمع قطاعياً مع جلالة سيدنا بحضور دولة الرئيس والوزراء المعنيين في كل وقت وبعض المدر المعني في هذا الطوق كل هذا يعني جهد هذا أكيد جهود مشتركة مشتركة ونشكر عليها لكن وأنا يعني بذكر هذا أمام سيدنا أمام دولة الرئيس بكل وضو لأنه أنا إحنا في مرحلة باعتقادي وبزم أيضاً حتى مش بالاعتقاد إذا ما كنا صريحين وواضحين لأنه إحنا أهل المداد أكيد فمن الواجب علينا أيضاً ومن حق البلد علينا بأنه نقول الصحيح الصحيح كالتالي إذا يعني شو في هذا الجهد الرائع اللي بنا عمل أكيد لكن إذا ما طبقنا مبدأ واحد معامل بالمثل لابد وهذا يعني الشرح بطول عليه ولكن أنا يعني أنا أنا بدي أقول لك شو معنات المبدأ المهم مثل اليوم في تبادل تجاري بين الدول العربية وبين كل العالم اليوم في عنا اتفاقيات أيضاً ثنائية مثال أنا بدي أعطيك اتفاقيتنا مع الاتحاد الأوروبي عز التجاري فيها أربعة فاصل اثنين مليار لصالع الاتحاد الأوروبي يعني احنا بنصدر تقريباً يعني تقريباً أرقاب 200 مليون ونستورد أربعة فاصل أربعة هذا بجوز الأرقام يعني العام أو يعني بتقريب طيب ممنوع نصدر للاتحاد الأوروبي أي منتج فيه لحوم أي منتج فيه ألباب وحليب وجه أجبال ممنوع يعني فيه قيود يعني فيه آه فيه قيود والعكس مش صحيح أيوه احنا بنستورد من أوروبا ما فيه ما يمنع مطلق أيضاً بالصد إذن إحنا هاي الاتفاقي يجب أن يعد النظر فيها لنصلحة 100 ليش اتفاقي؟ لو إحنا لو دفع لو حطينا جمارك على الاتحاد الأوروبي صحيح إحنا بستورد أربعة مليار لو حطينا عليه جمرك لو قلنا عشرة بالمئة بيطلع حوالي نص مليار تقريباً أو أربعمائة مليون دقل للخزينة صحيح مزبوط يعني هاي من بعض المقترحات خلينا نقول إنه يعاد المبات فيها لا وأنا حكيت يعني أنا بحكي دائماً بكل وضوح أنه مثلاً مثال دول شقيقة أيضاً دول شقيقة بين اتفاقي جامعة دول عربية تعيق إدخال البضاء مطلقة يعني ما فيه يعني زي الشقيقة مثلاً مصر إحنا ميزان التجاري فيه عجز حوالي ثلاثمائة وخمسين أربعمائة مليون ولأنه فيه معيقات عدة بحطوها أمام الوارداتهم مش بسعى الأردن عشان نكون أمين عكل العالم ولكن العكس مش صحيح عملنا منصة يعني ما عملت المرجو منه إذن لازم نتعامل بالمثل مع كل الأشقاء كل الأشقاء اليوم مفروض أو كل دولة في العالم كيف بيعملونا نعاملهم لازم نتعامل بالمثل صحيح الأشقاءنا في بعض دول قليج بحطوا رسوم جمهوركية على بعض الصناعات إحنا ما حطينا بالعكس إذن نيجي على الموضوع الآخر اللي ممكن يعمل أثر في هذا القطاع للي قاعد بيصير من جهد اللي هو موضوع الطاقة يعني الصناعة قاعدة بتنافس العالم بشكل عام كل الصناعة لأنه في حركة بين الدول يعني شوفي الفرق بين الصناعة والقطاعات الأخرى اليوم لو قلنا فندق في الأردن فندق بنافس فندق في الأردن صح؟ بنفس المنطقة مثلاً مول بنافس مول بنفس المنطقة يعني بتساوي في القضايا الأخرى بتساوي بالكهربا بتساوي بكل الظروف الصناعي ما بنافس صناعي بس بالأردن بنافس كل الصناعين اللي في العالم لأنه إحنا بنستورد من الخليج ومن الدول العربية الأخرى ومن الصين ومن تركيا فنحن يعني المنافسة اللي بالأردن بنافس كل مصناع في العالم فاليوم المنتج اللي جاي على الأردن لو قلنا من إحنا منتج إكس بتصنع بالأردن وبيجي على الأردن بالنهاية في منافسة بين هذا المنتج أيهما أفضل أيهما أقل سعراً نعم طبعاً الأردن من أغلى دول العالم نعم في الطاقة طيب إذن كيف يعني لما نيجي نعمل القضايا الأخرى مثلاً لما نعمل استراتيجية الترويج للتصدير طيب طب وأنا مش قادر بالأصل يعني الأصل بالفكرة أنه أنا أروح على المشكلة في العمق في الأساس حتى أقدر أروج لها حتى أقدر لأنه أنا شو فائدتي أطلع أروس وعندي مشكلة أساساً وعندي مشكلة أساساً أنه أنا كلها في أعلى فسعري أعلى ورغم أنه جودة المنتج الأردني اليوم أنا أعتقدها من الأفضل في المنطقة تقريباً لكن لا يكفي اليوم بسموه يعني أنا آسف أقولها بالإنجليزي بس هذا المصطلح بسمو الأسواقنا هاي برايس ديرفين ماركت يعني مبنية على السعر لأنه المنطقة بالذات يعني الأردن والمناطق المحيطة إجمالاً والعالم كله اليوم العالم كله بشكي من الغلا يعني فالمواطن واحدة من أول ما بتطلع عليه هو السعر فإذا قدر على سعره بروح على موضوع الجودة تماماً إنما إذا كانت الجودة مرتفعة والسعر مرتفع بلغي موضوع الجودة عنده لأنه بده إشي مقبول وبده سعر الأصل هاي الأسواق تعتمد على أسعار بشكل طبيعي إذا نعمل إحنا استراتيجيات وهذا ممتاز لكن هل إحنا فعلياً باللي قاعدين بنشتغل نهمل لما نهمل موضوع الطاقة طاقة مثلاً الغاز هذا مشكلة في العمق العمق أيوة واحدة من موضوع الطاقة إنه نوصل الغاز وإحنا موعدين من أكثر من سنة سنته إنه نوصل الغاز للمناطق الصناعية وهذا في وفر الغاز الطبيعي المصري وهذا في وفر حوالي 60% من كلفة الإنتاج أنا كنت مطلعة برضو على هذا الموضوع يعني قبل فترة كان لحضرتك برضو لقاء عن هذا الموضوع تحديداً وكان قبل فترة وما زال موضوع ما زال لسه موضوع وعندك موضوع الطاقة البديلة أنا مش قادر أستوعب ليش ما نروح للطاقة البديلة إحنا المصانع وصانع بالعديد بالطاقة البديلة يعني أنا بعرف مصانع فاتورته بالشهر مليون دينار أنا بجوز بعض الإخوان المجتمعين وأقول لك ببالغ لا مضبوط مصنع وحديد وبحاجة للصهر فاتورته من 800 إلى مليون بس هذا طب هذا لو إحنا اليوم قدرنا نوفر له طاقة بديلة بطريقة أو بأخرى أنا بإعتقالي بتتنزل أنه من عنده أكيد بتشير عنده إنتاج أحسن وكل المصانع إحنا صحيح يعني فيه تعاون بين وزارة الطاقة بس يعني مش وزارة الطاقة هي الأولى والأخير المعنية في هذا القضية فيه قضية شركة الكاربة بدها سياسة بلد يعني الصراحة وزارة الطاقة للأمانة متعاون وقدر الإمكان قاعد يعني بعملها لكن أنا بدي سياسة بلد إذا ما أروح للأساسيات مثل زي ما قلنا معمث الطاقة أيضا تيسير العمال أنا ما بدي تيسير العمال بس أثناء ما نفتح الشركة يعني بقول لك أنا بدي أشجع المستثمر مشان لما يجي خلال 15 يوم طب ما حنا التسجيل خليه يطول شوي مش مشكلة أنا بدي تيسير العمال فيه خلال العمل اليوم موضوع التفتيش بشكل عام على المصانع البروقراطية المعاملات اللي بتقعد مرات أشهر يعني فيه قضايا لازم نتريع أنا قلت يعني بأكثر من موقع وكان إنه اليوم حتى نروّج للصادرات أفضل طريق الترويز للصادرات هو رضا رضا المستثمر طبعا أكيد المحلي اللي على أرض الأردن يعني اليوم أي مستثمر في العالم بدو يجي على أي بلد مستحيل يكون ما بيعرف حدا في البلد اللي رأي عليها أكيد وبلتقوا رجاء الأعمال بشكل عام بلتقوا في المعارب بلتقوا في المؤتمرات ما في رجل أعمال يقول له الأردن يقولك أنا بعرفش مستحيل 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 ولو ما بيعرف يتعرف فاليوم أي مستثمر على سبيل المثال بدو يجي على الأردن أول ما بعمله قبل ما يطلع حتى على القوانين ما في بدو يسمع رأي المستثمر اللي على أرض الأردن الآن الحالة أكيد هل هو بيسجعوه إذا المستثمر اللي على أرض الأردن قال له تيجيش هون الخوف كل دعايات هاي تلفزيون والسوليف كله على الفور لأنه هو أرض الواقع لأنه أرض الواقع فإرضاء المستثمر اللي على أرض الأردن هو الجاذب الحقيقي أهم من كل الممكن نصرفه على منصات وعلى حديث وعلى كل القضايا طبعا هذا مهم بس الأهم وهذا زي أساس زي ما حكينا على الطاقة هو مثل التوك ماوت إنه أنا برموج عن طريق اليوم على أنت اللي بتدخلي اليوم على أي مواقع من حز الفنادر بتروحي على الريتنج صح شوفي رأيي الناس على مطعم أكيد بتشوك إنه لا شو أي وعى الخد إذا إمتي على الموقع وكان دقيق وسادق والكل قال لك هذا المطعم مش مليح ما رأتروحي ولا الفندق رأتروح عليه فاليوم رضا وأنا يعني شاهدت بعض المواقف إنه 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 بعض المستثمرين رغم شوفي يعني أنا مرة تالي رغم الأردن أنا يعني فيها ميزيات عظيمة طبعا وأنا دائما عندي مقولي بظل أقول عملنا الصعب وتركنا السهل صح؟ إذا بتفكر فيها اللي أنا بقوله كالتالي أمن؟ مش بس أمن بالمفوم إنه والله الناس يطلع بالشارع ما بتنطخ لا أكيد طبعا الأمن المجتمعي الأمن الغدائي الأمن كله أمن وفيه أمن وفيه استقرار أكيد طبعا أنا بدأ أقول لك شغلي في بعض الدول بتصير إنه بس يكبر المستثمر بتصير علي نوع من أنواع الأتوات والخوات من قبل الناس المتنفدة أيها 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 الأردن ما عندنا هاي الأمور مطلق يعني المستثمر العربي اللي مش عربي الأجنبي الأردني عمره ما بتعرض لهاي القضايا لا من متنفذ ولا من مسؤول ولا من حدا هذا نقطة كثير مهمة نظام البنكي عندنا نظام عالمي دولي التملك مثلا في القطاع الصناعي 100% للمستثمر اللي غير أردني صحيح وصول المستثمر لأي مسؤول في أي لحظة يعني في عندنا قضايا كثير مهمة لكن ضل علينا اللي أنا برأيي أقل صعوبة من اللي عملنا لو نتخيل لا سمح الله الأردن غير آمن تخيل أكيد راح يكون الوضع كذيش بدنا جهود وشو لازم نساوي حتى نعيد الأمل للأردن يكاد يكون مستحيل صح؟ دكتبنا جيش قوي ودوائر أمنية قوية والله بجوزة تروح على 100 سنة طب إحنا عاملين كل هذا الصعب واليوم الأردن السهل نروح نقول لا يا عمي إحنا الصناع نعطيها أولوية كذا نروح على الطاقة البديلة المفروض لا يا عمي أنا معلش رغم كل العلاقات السياسية مع الدول تعالوا نتفهم إنتوا بتعملوا هيك لازم نعمل هيك وبعدين إحنا علينا ضغط من القطاع الخاص وأنا هذا الكلام ذكرته في لقاءاتنا الصنائية مع دول الشقيقة باللجان المشتركة مثلا على مصر على مصر أنا ذكرته أمام رئيس وزراء مصر وأمام رئيس وزراء الأردن بذلك التوقيت أن هذه المعاملة لن نقبل فيها وكنا بوضوح وإحنا عشاق الدول العربية أنا عشق مصر وكل الدول العربية لكن في شغل في إشي صح لأن الأردن أيضا يعني ليس دولة نفطية اللي تساعد الأشقاء العرب وتقول لا إحنا وضعنا غير لا إحنا كمان أيضا وضعنا الاقتصاد أنا برأي على الحكومة تكون أكثر جدية بالتعامل بهذا الموضوع أكثر جدية في موضوع الطاقة يعني بمعنى آخر اللي هي تريحة شوية الصناعيين خليهم يقدروا ينتجوا بجهد أكبر وإحنا الحمد لله يعني تفضلت حضرتك وقلت إحنا عنا جودة بنضاهي فيها لا طبعا إحنا منتجنا اليوم بوصلة 142 دولة بالعالم إحنا في أزمة الكورونا صدرنا وما زلنا من صدر كأردن مواد كثير من السلع للولايات المتحدة للصين إحنا في عز الأزمة صدرنا مواد تعقيم لأوروبا لولايات المتحدة للصين يعني لأردن طبعا لكن زي ما قلت لك أنا اليوم على الحكومة تكون أكثر جدية أكثر يعني وضوحا بالحل تروح لعماق المشاكل ومن روح حواليها يعني خلينا تلقائي بيجي يعطي ثمارها إذا روح نعملها والله زي ما بنعمل الآن لجنة تنجيع الاستثمار أنا رأيي هذا يعني زي اللي بحط المكياج على حدا يعني كثير بشعب بزبطش كأنك توضح إنه قاتل الخلل هذا بيجي وبعطي ثماره كل الإجراءات إذا روحنا لعمق المشكلة نحن بهاي الوضعية أنا رأيي وهذا إنجال أمام يعني كل المشؤولين صراحة صحيحة أنا طابعت بردو لقاءات سعادة الحبل ولا حتى بالغرف المغلقة الحقيقة يعني كنت بمونتهى الوضوح والصراحة إنه لا نتوقع النتائج المرجوة من اللي إحنا قاعدين نشتغل فيه يعني اليوم نقول مليون نشغل أنا باعتقادي إذا ما رحنا للجذور ما رح نقدر على هذا الأرقام بنقول بدنا نعمل استثمارات بـ 40 مليار أيضاً بنقولش ما أعتقد إحنا بهاي الطريقة اللي اليوم نعملها ماشيين بالاتجاه اللي يودينا غاد لكن إذا عملنا القضايا المهمة الواقعية أنا أعتقد وأضعاف ما إحنا حتى بنتوقع ولكن زي ما قلت أنا أمام الحقيقة سيدنا بأنه زي ما هو موجود الآن واقعياً وزي ما أنا قلت أمام سيدنا إنه ضل عينه علينا الحقيقة لأنه هذا أمر مهم إلنا كقطاع خاص بأنه يضل عين سيدنا على القطاع الخاص مع كل التقدير واحترام لكل الحكومات المتعاق لكن إنه إيمان مطلق بأنه بهاي الطريقة بهاي المنظومة إحنا كنا بنكون أقوى خليه شاهد على العلاقة اللي هو دائماً بركز عليها اللي هي التشاركية بيننا وبين الحكومة وأنا مرة أخرى بقول على الحكومة تكون أكثر واقعية وأكثر جدية في حل الموضوع وعندي قضايا يعني موضوع التفتيش على المنشآت الصناعيين يعني البورقراطية المعاملات يعني قضايا كثير بضيع وقت على المستثمر صار كثير حتى الصناعيين نفسهم بيشتكوا من هذا الموضوع بقول لك حددوا شي معين واشتغلوا عليه صارنا سنيني بنحكي على التفتيش كل اللي أنا بقوله ناتج عن خبرتنا واحتكاكنا بالصناعيين أنا يومياً بيجي نتصالات عديدة من الصناعيين هذا عنده مشكلة بالدائرة هاي ليش هذا الموضوع؟ وين الحكومة الإلكترونية اللي صارتنا ألف سنيني حتى لما فيه بعض المديريات طالما فيه منصة تقريباً أنه ينعمل منصة أو توحيد يعني حتى اليوم فيه مديريات اللي فيها إلكتروني لا فيه مرحلة قال طب راجع الوزارة ها هذا لازم طب شو استفدنا؟ عنا بدنا نخفف من أزمة السير خفف التنقل ضياع وقت الناس طب ما إحنا اللي ساهمنا مع دول كثير على مساعدتهم على وضوع الحكومة الإلكترونية صح احنا نضلك يعني فيه نقاط الحقيقة يعني وفيه ملاحظات من أن نبحثها الحقيقة بسيطة مع الحكومة وبتكون واضحة وأنا قلت لبعض الوزارة والله أنا مش فهم أنت يعني كيف بتوصل فيك أنك تنام وعندك هذا الحاصل الظلم وأنت بتقول عنه ظلم ومش قادر تحله هو المسؤول عن هذا الشيء مثلا هو المسؤول عن هذا الشيء وقال يحل لا يعني قلت لك أنا فيه يعني والله فيه أمثلة بتغصي القلب الصباح والله العظيم أنا يعني بقول إنه فيه قضايا ما بتتأجل ما بجوز الوزير يأجلها ولا يكون عنده قدرة على تأجيلها يعني خاصة لما يقره يعني يقول لك لا والله هاي ظلم طب ظلم وكيف سكت عنه يعني لو تصل فيك شو ما تصل كيف تقول هاي ظلم وتسكت عنه يعني أمانة في بعض القضايا رغم نرجع ونذكر مرة ثانية موقعنا الجغرافي ممتاز أمننا وأماننا استقرارنا بنوكنا يعني فيه أرضية خلينا نقول طبعا ومجتمعنا راقي يعني المجتمع الأردني ما حدا ما حدا الحقيقة عاش في الأردن إلا حب الأردن فهي يعني هاي قضايا بتشجع لكن نغص على حالنا طب ليه ما يشير عندنا استثمار قوي ونجلب الناس نجلب الناس بـ هيك بس بالدعاية والله إحنا عاملين منصة مشان نجيب الاستثمار تعالوا استثمروا عندنا أبدا يعني أنا حابة يكون لقاء ساعتين الله يسهد ألبك بس أكيد أنا راح أتابع مع ساعاتك من فترة لفترة لأنه هذا الموضوع جدا بهمنا كأردنيين وكالأردن بشكل عام وأي تطورات حتصير إن شاء الله يعني حيكون لقاء وحديد بتشرف يا سيتي شكرا جزيلا الله يسهد ألبك كل الاحترام شكرا لك ساعاتك الله يعطيك ألف عامل الله يسهد ألبك يا رب مشاهدين الكرام تابعونا في حال أجديد من برنامج ساشا اشتركوا في القناة في حالة 나왔اء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاستغلاء